موسيقى القمة الخليجية الثامنة والثلاثون اختتمت أعمالها في الكويت بعد عقد جلستين افتتاحية ومغلقة وصدور إعلان الكويت الذي أكد على التمسك بمسيرة مجلس التعاون الخليجي كان اللافت في هذه القمة التي عقلت في ظل أشد أزمة تعصف بمنظومة دول التعاون الخليجي والناجمة عن الخلاف مع قطر هو غياب معظم القادة الخليجيين وللمرة الأولى منذ تأسيس المجلس في العام 1981 إذ لم يحضر القمة سوى أمير قطر وأمير دولة الكويت المضيفة فيما اقتصر تمثيل الدول الأخرى على مستويات متدنية ومنها البحرين التي مثلها نائب رئيس الوزراء محمد بارك خليفة الذي يبدو أنه حضر رغم أن في وزير الخارجية خالد الخليفة الذي غرد سابقا معلنا أن البحرين لن تحضر القمة هذا المستوى المتدني اعتبره كويتيون إهانة لبلادهم ولأميرها الذي بدل جهودا مضنية لحل الأزمة الخليجية ولكن دون جدوى القمة التي استمرت لمدة يوم واحد فقط وكلفت تحضير لها ملايين الدولارات بحسب تسريبات إعلامية أصدرت بيانا باهتا لم يتطرق إلى الأزمة مع قطر لكنه أكد على أهمية استمرار هيكل مجلس التعاون فيما دست القادة الخليجيون رؤوسهم في الرمال ولم يتطرقوا إلى عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة وبالتزامن مع انعقاد القمة أعلنت السعودية والإمارات عن شراكة عسكرية واقتصادية تشير إلى عزم هاتين الدولتين قيادة دول الخليج بمعزل عن مجلس التعاون الخليجي الذي يلفظ اليوم أنفاسه الأخيرة بعد أن دقت هاتين الدولتين آخر مسمار في نعشه في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر